السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات للإجازة المهنية أهداف تكوين يهدف سلك الإجازة المهنية بالمعهد العالي لعلوم الصحة التابع لجامعة الحسن الأول بسطات إلى تكوين أطر متخصصة في مجال التمريض والصحة بالنسبة لمدة التكوين أو مدة الدبلوم فهي ثلاث سنوات يحصل بعدها الطالب المتخرج على إجازة مهنية في التخصصات التالية سيانس انفرمير ساج فام تكنولوجي دو لابغطوار بيوميديكال بالنسبة لشورة الترشيح يتركوا في هذه المباراة الحاصلون على بكالورية علوم رياضية ألف بكالورية علوم جريبية مسلك علوم الفيزيائية مسلك علوم الحياة والأرض مسلك العلوم الزراعية أما بالنسبة لطريقة القبول فهناك انتقاء أولي اعتمادا على الانتحان الوطني والجهاوي نسبة الانتحان الوطني 75% والجهاوي 25% اختبارات كتابية للمقبولين في الانتقاء الأولي في المواد التالية الرياضيات الفيزياء والكيمية علوم الحياة والأرض اللغة الفرنسية مدة الاختبار 30 دقيقة ودائما هذه المعلومات تبقى على هي مخصصة للسنة 2017-2018 وتم انتقاؤها من دليل تكوين أو دليل ما بعد البكالورية بالنسبة لكيفية الترشيح يتم الترشيح للمباراة وولوج المعهد فقط عبر شبكة الانترنت على الموقع التالي يجب الترشيح لشعبات واحدة كل ترشيح لأكثر من شعبات يعتبروا لاغيا أما ملف التسجيل النهائي ملف التسجيل النهائي بالنسبة للذين اجتازوا المتحال الكتابي بنجاح فالوطائق المطلوبة أو التي تطلب فهناك نسخة أصلية من شارة البكالورية نسخة تنطبق على أصل الشهادة البكالورية أربع صور فوتوغرافية نسخة من بطاقة التاريخ الوطنية نسخة من عقد الزياز وضرفان متنبلان يحملان اسم وعنوان المترشيح ثم بطاقة التلقيح ووصل التأمين علواء المؤسسة فهو المركب الجامعي طريق الضان البيضاء صندوق البريد 555 الرقم الهاتف هو يظهر على الشاشة الآن وبالتوفيق الجميع إن شاء الله ولا تبخلوا عنا بتعليقاتكم وبمشاركتكم هذه المعلومات وشكرا جزيلا